فيما يخص تعزيز القدرات الوطنية نشوف معدلات بطالة تستمر في الانخفاض بشكل ممنهج وأيضاً نشوف مشاركة عالية للمرأة في سوق العمل تعدين مستهدفنا 30% في 2030 أصبح الآن بين 35% و36% وبالإضافة إلى نتائج أخرى كثيرة فيما يخص تعزيز القدرات الوطنية واللي مهم نحققها على المدى البعيد نخلق فرص الرؤية تخلق فرص من خلال تسريع تنوعي اقتصادي وأيضاً لازم يكون هناك تمكين للأسر والأفراد للاستفادة والمؤسسات الاستفادة من هذه الفرص